في أحد السادة المشاهدين أستاذ حسين هندية بيقول لحضرتك هل تم تعديل مدة الأجازات باب مدة الأجازات لتكون بدون مرتب تكون بدون حد أقصى زي بحرس قول الخزو المدنية ولا تعملتوا زي مع هذر وطن طيب هو قانون الخدمة المدنية لما نص على الأجازات هو حطها جوازية للسلطة المختصة ما تنفي ضل ظروف الشركات إحنا القانون لا السابق ولا الحالي تعرض لهذا الأمر لسبب لأنه ده مناطو اللوايح العاملين بالشركة لوائح العاملين بالشركة وهنراعي في التعديلات اللوايح أنه يبقى فيه مرونة فيما يتعلق بهذا الأمر لكن أنه برضو يجب أنه برضو نستطرق لجزئية خاصة بهذا الموضوع أنه في بعض الأوقات يجب أن تحط برضو رولز للموضوع لأنه في الآخر في بعض الشركات أنا عندي عجز في العمالة الفنية يعني الشركات قطاع الأعمال العام على قدر عدد العاملين فيها فيئة المتين وتسعة ألف عامل أنا في بعض الشركات في عجز في العمالة الفنية أنا قد يكون لديها فائد في العمالة الإدارية والعمالة الأخرى طبعا ده من الزنب العاملين علشان برضو نبقى منصفين هو تم اختياره أو تعيينه بأي وسيلة كان هو خلاص اكتسب مركز قانوني فيجب أنه نحن يعني ما له الزنب الزنب كان في الإدارات التي كانت تجامل لفترات بالزبط والإداري فأصبح الهيكل في بعض الحالات معكوس سبعين إداري تلاتين فني والمفروض العمالة الإدارية هي اللي بتخدم بمعنى أصح على العمالة الفنية وخاصة أن شركاتي خاصة في الشركات الصناعية بالزبط الصناعية والكلام دا كله